اشتركوا في القناة 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 محتوى كتير حلوه ما من خاف من التطبيق بحد ذاته من المحتوى بالتطبيق من المحتوى يعني أنت برأيك باللي عم يوصل للي عم يحضر صح مية بالمية من شان هيك ما لازم الأعمار الزغيرة لأنه في تطبيقات معلية مراقبة يعني إذا طلع محتوى منه صالح في روح عند هالطفل اللي عمره خمس سنين ويحضر ويتعرض له بينما بس يكون ناضج صار وواعي وموجه على أنه هالتطبيق كيف فينا يعني هنا دور الأهل عن جد مهم لأنه داخل التطبيق نحنا بكرة بخبركم فيه إشي فينا نحنا نعملها لنمنع المحتوى السيء بأنه ينعرض قدامه أولادنا حتى للصغار بالسن إذا حامل التليفون بإيده أو التابلت وعطينه أكسس على يوتيوب عم يحضر فيديوز أو معه براوزنج فيه تطبيقات التحمي ما يفتح براوزنج منه سيكور ما يفتح شيء يطلع له محتوى غير لائق يعني بطبيعة الحالة يعني أفضل نحنا وقتا نكون عم ناخد تابلت أو داستكتوب أو لابتوب أو الموبايل يلي بين إيدينا نكون رحنا عند أشخاص متخصصين يقفلوا ويفتحوا ويسكروا كل هالنوافذ يلي ممكن هلأ إذا تابعونا رحنا يصيروا يعرفوا من البيت رحنا قعدت بكل حلقة نصائح خاصة إذا عم نحكي هلأ قربين على فترة العيد الولاد أكيد بالبيوت اخدين فاكانس الأهل بعضهم بأشغالهم كيف بدنا نعرف نحنا وبعاد عنهم شو التطبيقات اللي عم يستخدموها فينا نعمل سكرين تايم معين في أيام فينا نطفي الهاتف حتى عن بعد إنه إذا أنا ما بدي هلأ وقت غدا وقت الغدا ممنوع التليفون ينفتح عن بعد فيه أعمل كل هالشيء يعني اليوم اللي بده يهدي ابنه لو عمره صغير تليفون بيهدي بيهدي وما يخاف بس نعطي التوجيه السليم لا يعرف كل يعني يعرفوا الأهل حتى الكبار بكنا منخبر كمان نصائح طيح محالهم كمان من الداتة السيئة أو الفيروسات بس أكيد ما يخافوا التكنولوجيا رائعة من ما اليوم ما بده يواكب منحس حننا كتير بعاض إذا تقدمت يعني حمد الله يمكن كان فيه شيء هيكي بوزيتيف 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 مش بوزيتيف هالزربة من كورونا رحقول إنه عن جد قدمتنا نقلة نوعية لشفنا لفتنا شوي خضنا العالم الإفتراضي من التعليم لغيره هذه الكوتيف بوزيتيف الوحيدة من كورونا الأكوني كمتنت كرييتور كمنا فيه توجيهات معين يعني فيه أشخاص عبالهم يفتحوا أكاونت وما بيعرفوا هنش بدون يعملوا عندهم كتير إش بيعرفوا يعملوا فينا كمانا نوجهه للناس إنه كيف يكون فيه هيدا محتوى من يحلق لهم طبعا أكيد أنا كمانا يمكن شغلي من البورتفوليو مش تسويقية بس لأنه كمانا عندي شركة اختصاصية بالدجيت الميديا والدجيت الادفيرتايزينج وهيدا من ضمن الشغل اللي منعمله وأكيد عندي خبرة بالموضوع وأكيد أي شخص حابب يصنع محتوى أو يعرضه فيه توجيهات معينة حتى على إلية التصوير يعني كل شي خاصه بأنه يطلع أونلان فينا نشرح عنه هيدا الموجود ببلادنا صار؟ شو هو؟ بالجمعات يلي أنت عندك اختصاص أكيد أكيد موجود صار صح منشجع أولادنا ينقلوا على هيك اختصاصات هو يعني فيه عندنا اختصاصات عن جد للأسف فلا ما زال فتحت هالموضوع بعضنا كتعليم بلبنان بعض ما فاتت على الجمعات يعني اليوم بس نقول فيه سايبر سيكوريتي أوفرسرز مطلوبين عالميا هالوظائف وأغلبية الوظائف اللي عم نقول بدمان الـ IT فيك تشتغليها ريموتلي يعني اليوم خصائل الـ IT بيعرف أنه قاعد بلبنان عم ياخد بروتجكس لبره وعم يفاوض تفراش كاش يعني فيه عندنا عن جد أبورتونيتيز كتير حلوة للشباب بس اللي لازم هيك شوي كمانا ننتبه له تما نخسر ولادنا ونصفرهم ونطلعهم برات البلاد ونتركون هون ياريت فينا يكون فيه فوكس أكتر فيه أكيد معاهد عم بتدرب كمانا على اختصاصات كتير حلوة لازم نأهد إذا بديك نعمل حلقة ونقول شو الاختصاصات الأكتر شي مطلوبة هلأ عالميا مش بس على صعيد لبنان بس الحلو أنه فينا المرسة نحن وبلبنان سؤالي بترح نفسه لأن لفظت كاش لفظت فراش هل بلاتفورم صح بيطلعوا مصاري؟ صح أكيد الهدف المصاري يعني ولا واحد يدل قاعد حامل أنا لأنه بشوف الناس على تيك توك أنه عم بيطلعوا عم يقبضون بلبنان ولا بلبنان في ريستريكشن على الفراش يعني إذا طلعوا كثير فيوورز أو كثير ناس عملت له لايك في ناس عم تقبض ريلي مصاري؟ أكيد حيا الله صانع متع يوتيوب فيك تقبض هلأ بلبنان؟ وينما كان؟ عم يقدروا يطلعون يمسكون بلبنان لما هلأ بلبنان فيك تفتحي فراش كاش أكام عادة عادة لا الصغار لأنه بيقلك بروح عققامتي أو على المهم أنه بفوت مصاري لكن الشخص بلقي الوسيلة اللي بتناسبه أكيد طريقة ادخال المصاري المحتوى أي مين يعني وين نحن بمحتوى سيء في كتاب المصاري بمحتوى هيدا للأسف هون التوجيه هلأ سألت السؤال كتير حبيت لأنه أوقات خلاص عمو الحياة لاشيعة تكتبط لها مصاري وبركدوا كل هالأولاد لتيكتبط لها مصاري أنا شخصيا لأني صنعت محتوى ولأنه يمكن التوبيك هلأ إن شاء الله يقنال إعجاب المشاهدين لأظلني هيك أدبة فيه كمان أجيب توبيكس حلوة للأسف كتير فيه عالم بتفكر أنه محتويها خاصة بالآي تي مني أنا تارجت لإلا لا إسمعها اليوم هيك أنلت هالفرصة أني أشرح أكتر أنه عن جد لمختلف أي شخص لازم يعرف هالمعلومات وهالتبس أنا كصنعت محتوى بعتبر مش أخد قيمته كتير مع أنه محتوى يعني محترم مش مثل ما عم نشوف إذا بدك وحلو كل شخص عن جد يعرفه للأسف اليوم العالم تشوفيها رايحة أنه صوب اللي عم بيطق حنك يمكن أكتر لأنه تسلي فيه أشياء عم تنعرض أنا بتابع أكيد أشياء بتسلي أشياء بتضيع لنا وقتنا entertainment صح بس فيه كمانة شئ اللي هو محتوى سيء حضرتك كمانة قلت عنه هيدا اللي نحنا لازم نوع عليه وننتبه له لأنه فيه أولاد عم بتفوت على هالمنصات وعم بتشاهد هالمحتوى اللي ما عليه رقابة عم بيكون بكتير من المنصات ما فيه رقابة على المحتوى إلا إذا عم بيتعارض مع بيكون فيه النورمز طبعا يعني الكود أو الرولز طبعا هون بيشيلوه بس مش كل المحتوى بينشيل بيضل معروض قدام أطفالنا حلو المحتوى يكون عن جد غني رائل تلك فيه أشخاص عم بتاخد نصائح وعم بتعب مرسها بحياتها اليومية من وراء هيدا المنصات يعني عم نتعلم طولز دومان طولز كتير حلوين يعني نحنا إزمين خلاص نحنا أراد يصرنا بهيدا العصر وهو كتير سريع وحيتطور أكتر صح فضروري نحنا نكون عم نواكبه أنت مع الشركات الموجودة يعني أن تعمل شفتنج لكل شي اسمه يعني онлайн بزنس ريموت وورك أو حتى الستارت أب يبلشه ضغر بهايداك العالم الافتراضي ولا يكون عندهم بزنس قائم على الأرض أنا بالنسبة لأليه ما في شي بيغني عن شي في مصالح بتمد إزا بديك بتتوسع يعني عندها فيزيك الشاب وبتحب تبيع أكتر يعني تنال يعني تارجت أودينس أكتر أكيد بتوسع بهذه الطريقة للأسف كمان هون نقطة مهمة وطلع بحلقة سابقة حكيين عن الإي كوميرس نحنا القوانين بلبنان مش عم تت يعني مش معتمدة بالشكل اللي لازم إزا بديك مش عم تنمارس بشكل اللي لازم فيه قوانين طبعا لممارسة الإي كوميرس أو الأونلاين شابينج وكل هالتفاصيل بس اليوم تنعطي مثل كتير صغير أي حدا بيفتح على فيسبوك يمكن صفحة عم بيبيع أونلاين الصفحة منها أونلاين شاب وتعرفي أنه بالأنون بيلزمك أنك تحط سعر إذا فاتح أونلاين شاب يما لا بديك تسعره على الأيتم باللبناني؟ باللبناني أكيد الأنونيا أي حتى اليوم بتشوفه بالمحلات التيب كله بدو يتسعر باللبناني إلا يمكن إشياء سياحية عادة بتسعر مجبورة أنك تسعري هلأ الأونلاين لأنه ما فيك تسعري لبناني إذا عم بتبيعي لبرات لبناني شو بيقول الأنون؟ أوكي بجبورة سعر الأيتم بس نحنا اليوم بتفوت على لا ما في قصة أنه ما في قصة؟ ما هي الإيكميرس منه ما قاله مش مشارع لا عم قلك أنه فيه أشياء عم من مارسة نحنا بالأونلاين بالإيكميرس وبالأونلاين شاب بس هي بتخضع لقوينين معينة بس أغلبية العالم عم بتغضي النظر يعني اليوم نفوت على الإنبوكس تنسأل السعر ما منه موجود قدامنا تاني شيء مثل ما بيكون عنديك رخصة لتفتح أي شاب بدي يكون عنديك كمانة هيدا الزيتا أنك تقدر تفتح أونلاين شاب أو إيكميرس ويبسايت بس كمان نحنا عم نشتري هالدمين عم نحط هالبوضائع قدامنا ليه؟ لأنه ليه بتخافي أنك كتير تفوت صورة أنك تشتري أونلاين أنا من الأشخاص اللي ما كتير باعتمد هيدا الوسيلة بالشوبينج اليوم نتطلع كمانة على أنه المنتج مصور بطريقة مش مثل ما نحنا أياما منشتريها مش بس عم بحكي عن لبنان عم بحكي عالمياً بتشوف تاني شغلة في أي ممكن تسرق لنا الزيتا عن الكريدت كارد وما تقع يعني تكون ما أنه الموقع معتمد سليم يعني حدا عم بجارب يخترك أكاونتات كمان هون بالتوجيه نحنا منعرف نصير أي اكستنشنز لويب سايت عن جد مظبوطة يعني أنت برأيك تكون فيزيكلي موجودة هالشركة ويكون متفرع منها أنا بحبز مش معناتها ما بحب الشركات الأنان أنا كتير عندي بروجيكس بنشتغلهم أونلاين سورفزز بس مرخصة الشركة يعني بتبقى عام لكل وشبيتها الأنونية وعم تفتح أونلاين شو ما كانت السورفز أو برودكس اللي عم بتحطها أو يمكن تطبيق معين بس هو كريدبل بيكون يعني اتناعطي سيئتنا لها الشريحة من الويب سايت أو الإي كوميرس ويب سايت أو الأنلاين شوب اللي عان جد عندها كريدبليتي إنها تمارس هيدا طيب شو الريسك اللي بيكون نواقع على ستارت أب كومباني أونلاين يعني الريسك هو على اللي بدي يشتري على الكلاينت يب يتوفق بالأيتم لك هيداك عنده ريسك بكل شي عم تشتغلي اليوم هيدا المطل ما بعرف ليه معلق عليه عطول بعطي شو ما كانت الستارت أب ما بعرف إذا عم بيبيع سيرفز إذا عم بي يعني شو ما كان الهدف من اللي عم بيعرضو اليوم نفتحنا محل عرضنا فيه بضائع كتير حلو عاملين ديكور ما بيفهم مساكرين البرادة كل النهار ما حدا عارف فينا ما حدا شايف شو عنا وشو عارضين شو ما نعمل أونلين بدك ماركتينج بدك أدفيرتايزينج طيب يعرفوا فينا العالم يعني الريسك الوحيد أنا بحس أنه في كتير ناس بعد لليوم ما بيقاملوا يمكن بالماركتينج أو بالأدفيرتايزينج أو بيعطوها بضجت كتير قليل مع أنه هي لازم تكون أعلى بضجت للاستثمار إذا بدك بحياة لقطاع عم بيمارسه دونك هنا يمكن الريسك أنه ما يكون عامل إناف ماركتينج تحتالي يستفيد من أي شي عمله أونلين ريجوردس عم بحكي أنا لأنه رحنا عم بتقولي رحنا شويس بالإي كوميرس وهايك لأنه أونلين يعني عم نحكي بحس هو الضعف الوحيد اللي ممكن يواجهه أو الخطورة أنه ما يكونوا عملوا أدفيرتايزينج سليم أو صحيح على السوشيال ميديا بس ميديا ما بيخسروا يعني ما عندهم انفستمان أو تطبيقات تحطي الوفيات الدولارات تقدري تصناعيها أو تعامليها اليوم الواب ديفيلوبرز واحدة من الواب ديفيلوبرز أرادي هولي عارفين شو عاملين يعني هم ملاح يطلعوا from nowhere أنا أصد أنه الناس اللي بتفتح بيتش بتاخد من مستهلك لمستهلك ثاني لوكيل وبتبيع شو مكان أو تعرض أي شي يعني ما بدا تفتح ما هي هيدا اللي عم نقوله إذا ما عنده إي كوميرس بس عم يفتح صفحات الصفحة منا ممارسة الإي كوميرس ما عم بمارس يعني 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 ما نفتح أونلاين شوب هيدا وسيلة تسويقية الصفحات يعني من زروب لزروب صح هيدا مايا الغايب شكرا لوجودك معنا على أمل شكرا لأني شكرا لأني بلقاءات متتالية ضمن المحتوى اللي أنت بتأدمي أهلا وسهلا فيك thank you so much وإذا ما عمت شفتك هلأ من إليك جوية نوال مرسي فريمان شكرا لأيك فاصل بسيط مشاهدين ومتابع